يا حيدار صيحة وكل وكيد أعلنها يمّك يا حيدار وهالصيحة برياض الحبّة شمّك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسر وما أعلن وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأسكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين والله صل على محمد وعلي محمد ولعنة الله على قتالتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين ونحن نتأهب لاستقبال عيد الله الأكبر عيد الغدير الأغر ارتأينا أن نخصص هذه الليالي للبحث حول هذه المناسبة العظيمة التي يحتفل بها المسلمون الأبرار وسنتكلم إن شاء الله تعالى معكم في هذه الليلة في رد شبهة يطرحها العدو في هذه الأيام أعني في هذه الفترة الزمنية المتأخرة هذه الشبهة تقول أنه لا يسعكم أنتم أيها الشيعة الإيمان بأن إمامة علي عليه الصلاة والسلام أصل من أصول الدين لأن أصول الدين إنما تثبت بآيات محكمات صريحات في القرآن الحكيم فقط وأما أنتم فإنما تؤولون الآيات الواردة في كتاب الله فما من آيات محكمات صريحات في الدلالة على الإمامة ثم إن عمدة استدلالكم على إمامة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام إنما إنما هو حديث الغدير فخلاصة ما يطرحه العدو هذه الأيام هو هذا أن حديث الغدير لا يمكن الاستناد إليه في إثبات أصل من أصول الدين لأنه حديث وليس آية فضلا عن أن تكون آية محكمة صريحة لعلكم لاحظتم أيها الإخوة المؤمنون أنه في الحلقة الماضية من البث المباشر معنا كان أحد الإخوة البكريين قد اتصل وأشكل بهذا الإشكال وطالبنا بآية محكمة صريحة تثبت إمامة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وقد أجبناه حينها بما أجبناه من أن صياغة هذا السؤال صياغة هذه المطالبة هي صياغة باطلة صياغة خطأ لأنها انبنت على مقدمة خطأ هذه المقدمة تقول أن إثبات أصول الدين إنما ينحصر بما هو محكم صريح على النحو الذي يفسره أهل الخلاف فيخرجون مثلا قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون يخرجونها عن حد الإحكام عن هذا الوضوح ويخرجون قوله تعالى وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم كذلك يخرجونها عن حد الإحكام في حين أن هذا الإخراج باطل فإن هذه آيات محكمات وليس المراد من المحكمات هو ما يتوهمونه وإنما المراد هو أن في الآية دلالة واضحة الفرق بين المحكم والمتشابه هو في الوضوح وعدم الوضوح هذه هي الضابط التي نستطيع فيها أن نميز أو نستطيع بها أن نميز بين المحكمة من الآيات المحكمات من الآيات والمتشابه المتشابهات من الآيات الوضوح وعدمه وليست الآية المحكمة هي ما لا يقبل معنى آخر كما يحاول اليوم العدو تسويقه جحودا وإنكارا لإمامة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أبدا كلا ليس هذا هو المعنى من الآيات المحكمات لأن كل آية في القرآن الحكيم بما فيها أحكم المحكمات إذا أردت أن تتعسف في التأويل والتفسير فلك أن توجد لها معاني أخر وهذا لا قائل به من علماء التفسير قاطبة فحين يتلقى المكلف هذا الخطاب من الله أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم هناك وضوح عند المكلف وجوب إطاعة هؤلاء وليس هذا إلا الإمامة ما معنى الإمام؟ طاعة الإمام الانقياد إلى الإمام كما ينقاد المكلف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى الله تبارك وتعالى كما ينقاد إلى كتابه مثلا هذا الكتاب إمام لنا صحيح أم لا هذا كتاب إمام ما معنى الإمام؟ نطيع ننقاد لما في هذا الكتاب العزيز فكذلك الإمام كذلك الرسول هذه آية محكمة يأتي هنا لينبري ويقول أنه وإن سلمت معكم أن هذه آية محكمة في معنى الإمامة في معنى الإطاعة لكنها ليست صريحة في إمامكم علي في أئمتكم ليس فيها اسم علي هذا من التعصف لماذا؟ إن كنت تفتش في هذه الآيات عن اسم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وتبني على عدم عثورك على اسمه الشريف في هذه الآيات المحكمات تبني على ذلك عدم ثبوت أصل الإمامة أصل ولاية وإمامة أمير المؤمنين عليه السلام لإفتقاد اسمه الشريف في هذه الآيات إذا بنيت على هذا إذا جعلت هذه قاعدة لك فيلزمك من هذا أن تبرر لكل من رفض الإيمان بنبوة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله في الفترة المكية لأنه كما سبق وأشرنا في جوابنا كل الآيات كل السور التي جاء فيها اسم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله صراحة إنما كانت سورا مدنية في الحقبة المدنية نزلت جاء اسمه الشريف صلى الله عليه وآله في سورة آل عمران وهي سورة مدنية جاء اسمه الشريف في سورة الأحزاب وهي سورة مدنية جاء اسمه الشريف في سورة محمد صلى الله عليه وآله الله صلى الله عليه وآله 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 محمد وهي سورة مدنية جاء اسمه الشريف في سورة الفتح وهي سورة مدنية جاء اسمه الشريف باسم أحمد في سورة الصف وهي كذلك سورة مدنية ما معنى هذا أنه طوال ثلاثة عشرة سنة من بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله حتى هجرته من مكة المكرمة لم تكن هناك آية واحدة صريحة باسمه تعين أن الرسول المطلوب من الناس أن يؤمنوا به هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله هكذا شيء ما كان موجود فلو أن أحدا في الفترة المكية اعتذر بهذا الاعتذار الذي يعتذر به العدو اليوم جحودا لإمامة أمير المؤمنين عليه السلام يقول أنا لا أجد اسم علي في هذه الآيات أنا ما أجد أنه أولي الأمر منكم أولهم علي لا أجد أن الذي أقام الصلاة وآت زكاة وهو راكع علي لا أجد إذا قال هذا الكلام فهو كقول القائل في مكة المكرمة طوال 13 سنة أنه يا رسول الله تعال أو أنت يا محمد بن عبد الله يا من تدعي النبوة تعال أعطني آية محكمة صريحة أنه أنت نبي هذا منطق أهوج تعس في النبي إن جاءه أحد في الفترة المكية وطالبه بذلك يقول أمر نزول الآيات بيد الله عز وجل والآيات نزلت توجب عليك أن تؤمن بالرسول بالنبي وأنا هو ذلك النبي أنا أفسر لك لأن الآيات نزلت علي أنا الذي ألقيها إليك وأنا أفسر لك من هو هذا النبي فلا يذهب أن وهمك مثلا إلى أنه عليك أن تؤمن بالنبي مثلا الذي هو عيسى مثلا عليه السلام وأنا مجرد ناقل كما بعض الطوائف النصرانية للعلم بعض الطوائف النصرانية يؤمنون سواء من السالفين أو من المعاصرين وأنا قرأت بعض أقوالهم في ذلك يؤمنون بأن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما كان داعية للمسيحية على تعبيرهم ولكن فيما بعد حرفوا دينه يقولون هذا الرسول جاء للعرب خاصة هو رسول جاء للعرب حتى يدعوهم إلى ماذا إلى المسيحية بعدين أصحابه جعلوه دينا مستقلا هو مدين مستقل فيمكن لبعضهم إذا أرادوا أن يتعسفوا أن يقولوا هذا الكلام ولكن لا جوابهم سيكون من النبي صلى الله عليه وآله أنه صحيح هذه الآيات ثلاثة عشر سنة أنتم ما وجدتم آيات فيها اسمي ولكن أنا الذي أفسر لكم أنه من هو هذا النبي هذا الرسول أنا أنا عليكم أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأني أنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله فعلى هذا أي فرق بين الحالتين بين المقامين أي فرق تنزل آيات توجب الإيمان بالرسول في الفترة المكية وليس فيها اسمه صراحة وهو يفسر ويبين ويعين من هو الرسول ويقول أنا لأنه صاحب هذه المعجزة هو من نزلت عليه الآيات هو المبلغ أي فرق بين هذا وبين نزول آيات أخر جاءت بإيجاب الولاية لأولي الأمر وهو الرسول ذاته الذي بيّن للناس أنه المراد بتلك الآيات التي أوجبت عليكم الإيمان بالنبي هو ذاته الذي بيّن من المراد بأولي الأمر وقال أولهم علي صلوات الله عليه أي فرق بين الأمرين لا فرق على أنه كما قدمنا سابقا ليكن هذا معلوما أنه أساسا لا نسلم بعدم وجود اسم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في كتاب الله عز وجل الآيات موجودة في اسمه الشريف ذكرت اسمه الشريف صراحة ولكن هذا ما نرويه عن أئمتنا عليهم السلام وعلى حسب قراءاتهم فإذا كان المخالف يتعنت ويتعسف فهذا شأنه أما نحن من جانبنا نقول إن الإحكام موجود بل الصراحة موجودة في كتاب الله عز وجل وقاعدتك التي تريد الآن أن تبتدعها هي قاعدة مخرومة مثقوبة أساسا هب أنه لا توجد آية واحدة في كتاب الله عز وجل في شأن الإمامة والولاية لنفترض هكذا جدلا من أين جئت بهذه القاعدة وهي قولك أن أصول الدين أصول الإيمان لا تثبت إلا بالقرآن لا تثبت بالأحاديث هذه القاعدة من أين جئت بها من أي كيس جهلة لا يعلمون بأن علماءهم وأكابرهم نصوا على أن أصول الدين تثبت حتى بالأحاديث الشريفة مع قطع النظر عما في القرآن الحكي تارة يأتيك المخالف يقول في الآيات التي تستدلون بها في آية الولاية في آية الإطاعة هذه الآيات ليس فيها اسم علي فعرفنا جوابه تارة يأتيك يقول الآيات الأخرى التي عددت أركان الإيمان أو أصول الدين أصول الإيمان ليس فيها وأن تؤمن بالإمام مثلا فيها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله فتجيبه بأن هذه الآيات التي تستدل بها أصلا ما من آية على تقسيمكم أنتم لأصول الدين لأركان الدين ما من آية جمعت كل تلك الأركان التي هي ستة على ما أتصور عندهم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره موشكل جيب لآية واحدة جمعت هذه الستة هناك آية فيها خمسة مثلا والسادس يستفيدون منه من آية أخرى وذكر علماؤهم أن هذا ليس مخلا لأن الكتاب له أن يذكر في آية ما أصلا من الأصول أصلين ثلاثة وفي آيات أخرى يذكر أصولا أخرى وأنت عليك أن تجمع فأصل الإمامة من هذا القبيل أي شيء أفزعكم وأرعبكم لماذا تراوغوا أصل الإمامة جاء في آيات أخرى بل أساسا أصل الإمامة داخل في كل الأصول في كل الأصول وهذا ما نص علي علماؤهم للعلم أنه حين تأتي آية توجب الإيمان بالله فقط يدخل في ذلك الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله مع أن الآية لم تنص على الإيمان بالنبي يدخل في ذلك الإيمان باليوم الآخر يدخل في ذلك الإيمان بالكتاب الإيمان بالملائكة الإيمان بالرسل والنبيين الإيمان بالجنة والنار كل شيء يدخل في قوله تعالى مثلا آمنوا بالله كل شيء يدخل فأي شيء عجب ها هنا أن نقول إن أصل الإمامة داخل في تلك الأصول المذكورة في القرآن الحكيم وأما إن أردتها منصوصا عليها بمفردها فتفتش عنها في الآيات الخاصة بها كآية الولاية هنا دعوني أيها الإخوة أنقول لكم حتى يفهم المخالف حتى يفهم العدو الجاهل اليوم هؤلاء الذين يتكلمون على الفضائيات البكرية ويصورون أنفسهم مشايخ أفاهمين يعني والله ما من أجهل منهم ما من أجهل منهم يتكلمون بما لا يفقهون ولا يعلمون أكابرهم ما يقولون يعني لو حضروا عند أكابرهم لربما ضحكوا عليهم من السخف الذي يطرحونه ومن الاستدلالات الحمقاء أضرب لكم هنا مثالا أعيد أذهانكم شوية إلى الوراء أنه تتذكرون حينما هذا الذي باه لنا هذا الكوس طلع إشاعه وأنه آن مصاب بالسرطان وإلى آخره تتذكرون القضايا فصار أكو رد شد جذب بيننا وبينه مو الشكل فمن بين الأمور التي رد فيها علينا أنه أنتم لماذا تقولون عننا وهابية لا يوجد شيء اسمه وهابي الوهاب هو الله فلا يجوز إطلاق اسم وهابي على أحد أو وهابي على أحد لأنه هذا لا يجوز فقط الله هو الوهاب فكان عندنا بث مباشر بعدها وردينا عليه بما أخرسه الجاهل الغبي أنه ابن بازكم ابن باز كبيرهم الذي علمهم السحر كبير كبرائهم كان في عصره ابن باز جئنا بنص كلامه أنه ابن باز يقول نعم هناك وهابية وهذا لقب شريف ونحن نفتخر به فطالبنا هذا الكوس الجاهل المنكوس طالبناه بأنه اذهب وكفر من الآن ابن باز الذي هلك لأنه أطلق اسم الوهاب على غير الله الوهاب شرك كفر انخرس تماماً ما أعرف شي جاوب مهزلة ما يعرفون ماذا كبراؤهم يقولون علماؤهم ماذا يقولون كهنتهم ماذا يقولون أصلاً ماذا موجود في كتبهم ما يعرفون ما يعرفون هنا أيضاً أعرض لكم نموذجاً على هذا حتى يكون كلامنا واضح للجميع نفسه هو ابن باز ابن باز له كتاب جمعت فيه مقالاته وفتاواه اسم هذا الكتاب مجموع مقالات وفتاوى متنوعة مكتوب عليه هكذا تأليف الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز جمع وترتيب الدكتور محمد بن سعد الشويعر في هذا الكتاب تفتح على الجزء الثالث الصفحة ستة عشر تجد محاضرة لابن باز بعنوان محاضرة في أصول الإيمان دقق هنا محاضرة في أصول الإيمان فيها كلام طويل وعريض نحن نقططع منه ماذا ما يفيدنا في بحثنا هذه الليلة يقول وقد أوضح القرآن هذه الأصول في آيات كثيرة كما أوضحها نبينا عليه الصلاة والسلام في أحاديث صحيحة هذه أول نقطة أنه الأصول تثبت بالقرآن فقط أم يضم إلى ذلك الأحاديث الصحيحة تشترك الأحاديث الصحيحة مع القرآن في بيان الأصول هذا صريح كلام ابن باس يقول الأصول لا تتوضح فقط من القرآن وإنما تتوضح أيضا من ماذا من الأحاديث بقيد أن تكون ماذا صحيحة يقول وقد أوضح القرآن هذه الأصول في آيات كثيرة كما أوضحها نبينا عليه الصلاة والسلام في أحاديث صحيحة وهي أصول ستة هي أصول الإيمان وهي أصول الدين فإن الإيمان هو الدين كله وهو الإسلام وهو الهدى وهو البر والتقوى وهو ما بعث الله به الرسول عليه الصلاة والسلام من العلم النافع والعمل الصالح كله يسمى إيمانا هذه أصول ديننا الستة أوضحها الكتاب العزيز في مواضع إذن في مواضع واحد بيّنها أم في مواضع مواضع والآن يضرب أمثلة يقول وأوضحها رسول الله الأمين في الأحاديث إذن لا يسعك أن تنكر أن للنبي صلى الله عليه وآله أن يؤسس أصلا عقديا إيمانيا في أحاديثه لا يسعك أن تنكر هذا هب أنه لم يرد أصلا في القرآن أساسا للنبي هذه السلطة أم لا نعم للنبي هذه السلطة يقول فمما ورد في كتاب الله عز وجل قوله سبحانه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين يقول ابن باز فبين سبحانه وتعالى هنا خمسة من أصول الإيمان وهي الإيمان بالله وباليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين هذه خمسة أصول عليها مدار الدين ظاهره وباطنه وقال جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله يقول فبين سبحانه وتعالى هنا أربعة أصول فمو خمسة هي الأصل ستة المفروض ستة ولكن عندنا آية فيها خمس أصول عندنا آية أخرى فيها أربعة أصول فبين سبحانه وتعالى هنا أربعة أصول في قوله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولم يذكر اليوم الآخر هذا الأصل المهم ما ذكره ولكنه ذكره في الآية السابقة وفي آيات أخرى يعني الآية السابقة التي مرت معنا وهذه سنة الله في كتابه ينوع سبحانه الأخبار عنه أو الإخبار عنه عز وجل وعن أسمائه وصفاته وعن أصول هذا الدين ينوع آيات متنوعة فيها ماذا؟ تنوع قد تقتصر بعض الآيات على بعض الأصول وقد تقتصر آيات أخرى على بعض آخر وعن شؤون يوم القيامة والجنة والنار وعن الرسل وأممهم حتى يجد القارئ في كل موضع من كتاب الله ما يزداد به إيمانه وعلمه وحتى يطلب المزيد من العلم في كل موضع من كتاب الله وفي كل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أشار الله عز وجل إلى اليوم الآخر في آخر الآية بقوله غفرانك ربنا وإليك المصير هذه آية صريحة محكمة في اليوم الآخر هذا المقطع من الآية؟ أم متشابهة؟ سؤال؟ أحسنتم لكن شوف شلوان استدل بها إن جاءه أحد وقال هذه ليست محكمة أو صريحة لهزئ به ابن باس لماذا؟ يقول لأن هذه إشارة واضحة لا تخرج هذا المقطع من الآية عن حد الإحكام كيف؟ يقول لأني أعطفها على ما سواها من آيات وأعطفها على بيان النبي في الأحاديث فلما يقول الله تعالى في كتابه وإليك المصير أعلم بأن معنى إليك المصير هو اليوم الآخر أن هناك يوم قيامة وحساب وميزان وجنة ونار هذا معنى أعطف هذه الآية هذا المقطع من الآية أعطفه على ما سواه لا أني أقتطعه وأسلخه هكذا أجعله ينسلخ عن بقية الآيات والروايات فأتعامل معه بمجرده حتى تقول لهذه آية متشابه فإذا كان الأمر هكذا تصنعونه في الاستدلال باليوم الآخر مثلا وهكذا يذكره ابن باز ما بالكم حين تأتي مسألة ولاية وإمامة أهل البيت عليهم السلام تقطعون الآيات عن كل ما سواها عن كل ما سواها من آيات وأحاديث وروايات لا تعطفون معانيها على ما سواها وتقولون هذه آيات متشابهة ليست محكمة ليست صريحة أي منهج علمي هذا هذا ليس منهج علمي هذا تعسف هذا عناد عناد أنتم بصريح العبارة تريدون أن تعاندوا أمر الله عز وجل في نصب أئمة أهل البيت عليهم السلام ولاة على هذه الأمة تريدون أن تعاندوا فقط ما عندكم منهج علمي طبق منهجك العلمي على باقي الأمور تنتفي عندك كل الأصول أصلا هذا المنهج الذي تدعونه الآن وهو مخالف لما يقوله ابن باز نفسه لاحظ يقول أيضا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا يقول فقد أوضح سبحانه في هذه الآية أن الكفر بهذه الأصول ضلال بعيد عن الهدى والآيات في هذا المعنى كثيرة وفي مواضع دقق هنا يقول يذكر سبحانه الإيمان بالله وحده لأن جميع ما ذكر في الآيات الأخرى داخل في ضمن الإيمان بالله أحيانا الله يقتصر على ذكر الإيمان بالله فقط كافي تقدر أنه تقطع هذه الآية وتقول إذن ليس هناك وجوب في الإيمان بالنبي الإيمان بالكتاب الإيمان بالملائكة الإيمان بالنبيين الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار إلى سائر الأصول العقائدية إلى تفريعاتها المختلفة التي لا حصل لها تقدر هكذا تقول كلام يقال لك لا لأن كل هذه الأصول داخلة في أصل الإيمان بالله إن آمنت بالله تؤمن برسوله لأن الأصل الثاني هذا داخل في الأصل الأول إن آمنت برسوله تؤمن بوليه وحجته على خلقه لأن هذا الأصل الثالث داخل في الأصل الثاني داخل حتى في الأصل الأول إن آمنت بالله تؤمن باليوم الآخر إن آمنت بالله تؤمن بالنبيين كلهم ولا تفرق بين أحد منهم إن آمنت بالله تؤمن بالكتب كلها تؤمن بالملائكة تؤمن بالجنة والنار تؤمن بالقضاء والقدار تؤمن بعدل الله بأسمائه بصفاته بكل شيء تؤمن لأن كل هذه الأصول تدخل في الأصل الأصيل وهو الإيمان بالله عز وجل يقول لأن جميع ما ذكر في الآيات الأخرى داخل في ضمن الإيمان بالله وفي بعضها الإيمان بالله ورسوله وفي بعضها الإيمان بالله واليوم الآخر فقط حتى اسم النبي ما موجود حتى الإشارة صفة النبي غير موجود يؤمنون بالله واليوم الآخر بس وما ذاك شوف كلام ابن باس وما ذاك إلا لأن البقية داخلة في ذلك فإذا ذكر الإيمان بالله دخل فيه بقية الأشياء التي ذكرها في الآيات الأخرى كالإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر إلى أن يمضي في كلامه فيقول وهكذا من استهزأ بالرسل أو كذب بعضهم عليهم الصلاة والسلام يكون كافرا لأن استهزاءه بهم أو ببعضهم أو تكذيبه لهم أو بعضهم دليل على أن إيمانه ليس بصحيح بل هو دعوة وعلى هذا يقاس بقية الأمور التي تقع من الناس ومن ذلك قوم مسيلمة لما صدقوا رسول الله صلى الله عليه وآله وآمنوا به وصلوا وصاموا قوم مسيلمة كانوا يصدقون برسول الله أم لا نعم ما كانوا ينكرون أن النبي صلى الله عليه وآله نبي يؤمنون بالنبي يؤمنون بالقرآن يؤمنون بالتوحيد يؤمنون بالصلاة يؤدون الصلاة يزكون يصومون كل شيء كل مشكلتهم كانت فقط إضافة نبي آخر فقط يقولون كما أن محمد رسول الله مسلم أيضا رسول الله بس هذا هو أما ما أنكروا القرآن ما أنكروا نبوة رسول الله ما أنكروا التوحيد ما أنكروا اليوم الآخر يقول ولكنهم ادعوا أن مسيلمة شريك في الرسالة صاروا هنا الظاهر أكو سقط كلمة لازم يكون هكذا ولكنهم لما ادعوا أن مسيلمة شريك في الرسالة صاروا عند أهل العلم والإيمان من الصحابة ومن بعدهم كفارا لأن لا نزاع بين أهل العلم في ذلك ولو صلوا وصاموا وقالوا إن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله لأنهم لما قالوا إن مسيلمة شريك في الرسالة كفى هذا في كفرهم لأنهم بهذا قد كذبوا قول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين كما كذبوا نحن هنا نقطة جدا مهمة التفت لي كما كذبوا الأحاديث الصحيحة المتواترة الدال على أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو خاتم النبيين والمرسلين أنا من هذه آخر عبارة أنطلق من آخر عبارة هذه نخلي تحتها خط ونمشي شوف ما قصر الحكم بكفر قوم مسيلمة على تكذيبهم بالقرآن على مخالفتهم لنص هذه الآية التي تثبت أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله خاتم النبيين قصر على هذا قال هذا يكفي لا وإنما ضم إليه ماذا تكذيبهم بالأحاديث المتواترة الصحيحة المتواترة الدال على أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو خاتم النبي ماذا نستنتج من كل هذا الكلام الذي ذكره ابن باز في محاضرته التي عقدها لبيان أصول الإيمان اسم المحاضرة محاضرة في أصول الإيمان نستفيد نقطتين جدا مهمتين النقطة الأولى نقطة الأولى أن من يدعي ويزعم أن أصول الإيمان لا تثبت إلا بالقرآن فهذا جاهل كما تثبت بالقرآن فإنها تثبت بماذا بالأحاديث الصحيح ثم ثم إن من يكذب بالأحاديث الصحيحة المتواترة كمن كذب بالقرآن سواء لا يسعك أن تكذب حديثا صحيحا متواترا لأنك تكون كما كذبت بالقرآن كما يكفر الذي ينكر آية من القرآن ويكذب بها ويعمل على خلافها في أصول الإيمان في أصول الاعتقاد فكذلك يكفر الذي ينكر حديثا متواترا لماذا حديث متواتر أيها الإخوة لأن الحديث المتواتر فوق الصحة أصلا أساسا هذه العبارة منه عبارة تسامحية حينما يقول الصحيحة المتواترة لماذا لأننا حينما نقسم الأحاديث إلى صحيح وضعيف وحسن وموثق ومشاكل فهذا التقسيم إنما هو لأخبار الأحاد لا للأخبار المتواترة الحديث أول ما ينقسم ينقسم هكذا إلى حديث متواتر وإلى حديث أحد الحديث الأحاد بعدين يتقسم صحيح وضعيف وحسن وإلى آخره أما الحديث المتواتر ففوق هذه التقسيمات ليش لأن الحديث المتواتر موجب للعلم اليقيني باتفاق علماء الإسلام قاطبة ليش لأنك إن أنكرت حديثا متواترا ساغ لك أن تنكر القرآن لأن حجية القرآن إنما هي في ماذا في التواتر نحن لأنه لأنه نؤمن بالقرآن أنه هذا هو القرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه غير محرف سالم من التحريف من الزيادة من النقصان نقول لأن الأمة قد روته وتناقلته بتواتر تواتر معناه أن جماعة يروون عن جماعة بتكثر بحيث لا يقبل العقل أن يتواطأ هؤلاء جميعا على الكذب لا يقبل العقل أن كل هؤلاء يكذبون لا يمكن مع ما بينهم من اضطرابات أو خلافات فيما بينهم لكن وصلني من أكثر من طريق طرق متعددة متكثرة فالتواتر حجة يثبت القرآن كما يثبت معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله كما يثبت أحاديثه المتواترة هذه قمة قمم الثبوت تثبت فورا على هذا إذن لو افترضنا وتنزلنا جدلا وقلنا بأن ما من آية في كتاب الله تنص على الإمامة مع أن ذلك باطل كما تبين معنا قلنا آيات تنص على الإمامة نصا محكما بل وصريحا في آيات أخرى إن افترضنا هكذا فما الضير في إثبات أصل الإمامة بالأحاديث المتواترة الحديث المتواتر كالقرآن في حجيته ومنزلته قولا واحدا قولا واحدا فأنا المسلم إذا ثبت لدي حديث الغدير وأنه حديث متواتر هذا الحديث المتواتر بمنزلة القرآن لأنه متواتر نص على ذلك أكابر علماء أهل الخلاف أن الحديث المتواتر بمنزلة القرآن فإذا أنت تقول قاعدتي أن أصول الدين لا تثبت إلا بالقرآن قلنا لك علماء كقالوا والمتواتر مع القرآن في ذلك هذا بمنزلة القرآن فلا يسعك أن تفر تقول لا لا تثبت الأصول بالمتواتر تثبت بالمتواتر نعم قد تخالف في أن الأحاديث الصحيحة أحاديث الآحاد الصحيحة أخبار الآحاد تثبت الأصول أم لا هذا فيه خلاف ومع ذلك المخالفين الوهابيين بالذات يقولون الأرجح والأصح أن الحديث الواحد الصحيح غير المتواتر ومتواتر الحديث يثبت الأصول صدق أم لا مع أنه هذا عندنا نحن شيعة محل تأمل هذا إحنا إحنا الشيعة عندنا محل تأمل أن الحديث الواحد الصحيح يثبت أصلا من أصول الدين حسب معرفتي بأقوال أعلمائنا وأكابرنا لا نقول بهذه المقابل أما هؤلاء يقولون فإذا كان هناك نزاع فيما بينكم أنتم البكريون فإذا كان هناك نزاع فإنما هو في حجية الحديث الواحد الصحيح في إثبات أصل من أصول الدين أما في الحديث المتواتر أنه يثبت الأصول فهذا لا نزاع فيه لأن الحديث المتواتر في الحجية والقوة كالقرآن الحكيم حتى تتأكد آتيكم بتصريح لأحد أكابري علمائهم وهو الذي يسمونه بسراج الهند كان أكبر علماء البكرية في زمانه في الهند واسمه شاه عبد العزيز غلام حكيم الدهلوي هذا صاحب كتاب ألفه في الرد على الشيعة بعنوان التحفة الاثنى عشرية قبل أن آتي لذكر ما قاله هذا الرجل في كتابه فقط حتى يطمئن المخالف وخاصة إذا كان ينتمي إلى الفرقة البكرية أن كلام هذا الرجل معتمد أحيله إلى فتوى من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد فيما يسمى المملكة العربية السعودية هذه اللجنة المعروفة التي تفتي لهم وتبين لهم دينهم هذه اللجنة لها كتاب فتاوى معروف مجلدات موجود مطبوع في المجلد الثاني الصفحة 377 هناك سؤال يوجه إلى هذه اللجنة يقول السؤال هل الطريقة الشيعة الإمامية أكو لحن طبعا يمكن الطريقة الشيعية الإمامية أو طريقة الشيعة الإمامية من الإسلام هذا السؤال هذول الشيعة الإمامية مسلمين طريقتهم طريقة إسلامية لا ومن الذي اخترعها لأنهم أي الشيعة ينسبون مذهبهم لسيدنا علي كرم الله وجهه الجواب جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الجواب يقول مذهب الشيعة الإمامية مذهب مبتدع في الإسلام أصوله وفروعه زين ونوصيك نالتفت أنا وإحنا كل شيء هم يؤلفونه أو فتواهم اللي ضدنا رسائلهم اللي ضدنا كلها تفيدنا هو من جانب يرقع من جانب يفتق كله هذا الشكل سبحان الله يعني إحنا من فمك ودينك بس لأنه ما يلتفتون لا يمكن تجد واحد من أهل الباطل يستطيع أن يحكم خطته في القضاء على الدين الحق لازم من جانب يقول شيء اللي يريد إضرارك به من جانب آخر ينفعك من حيث لا يشعر تصريحات من ثنايا كلامة تأخذها وتستفيد منها الكثير الكثير وكم مرة ضربت لكم مثال إحنا منهاج السنة هذا لابن تيمية اللي ألفه في الرد على العلامة الحلي مو هالشكل إش قد نستفيد مننا هذا الكتاب في إثبات التشيل ولذلك هذا الكتاب متوفر في كل مكتباتنا الشيعية روح إلى مكتب الشيع أقول أريد منهاج السنطكية الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة يعني إحنا أهل البدع والزندقة ألفه من ابن حجر الهيتمي معروف ألفه حتى يحارب التشيع ويقضي عليه وإذا هذا الكتاب من أكثر المصادر التي تفيدنا من أكثر وهكذا دائما ترى دائما هكذا فشوف هذه الفتوى وأفتت بها هذه اللجنة حتى شنو حتى تقول هذا مذهب مبتدع وكذا ولكن من جهة أخرى تفيدنا أولا يجاوبون يقولون مذهب الشيعة الإمامية مذهب مبتدع في الإسلام أصوله وفروعه ونوصيك حتى تعرف هذا مذهب مبتدع شنو الطريقة شنو أموره يقول ونوصيك بمراجعة كتاب الخطوط العريضة هذا ما المحب الدين الخطيب ألف هذا الكتاب ضد الشيعة ومختصر التحفة لاثنى عشرية أحالوا إلى كتاب من إلى كتاب هذا الشاه عبد العزيز الدهلوي علامة الهند سراج الهند بل ومختصر هذا الكتاب جاء الآلوسي المعروف صاحب التفسير واختصر هذا الكتاب سماه مختصر التحفة لاثنى عشرية كتاب في الرد على الشيعة يقول ومختصر التحفة لاثنى عشرية ومنهاج السنة لشيخ الإسلام وفيها بيان الكثير من بداعهم وقع الفتوى من عبد العزيز بن عبد الله بن باز عبد الرزاق عفيفي عبد الله بن غديان زين إذن كتاب التحفة لاثنى عشرية معتبر أم لا معتبر هو دي يقول دي يقول أنا أحييلك إلى هذا الكتاب هذا الكتاب يفيدك في الرد على الشيعة فإذن ما عندنا مشكلة إذا إحنا نستل من هذا الكتاب ماذا أمورا نلزمكم بها يا معشر البكريين لأنكم أنتم أكابر علمائكم ابن باز ومن معه من زبانيته في هذه اللجنة إنما أرشدوكم إلى هذا الكتاب حتى تطالعوه وتردوا به على الشيعة إحنا ناخذ من هذا الكتاب شنو قايل صاحبه إذن معتبر وللعلم هو مطبوع هذا الكتاب هكذا يكتبون عليه مختصر التحفة الاثنى عشرية ألف أصله باللغة الفارسية علامة الهند شاه عبد العزيز غلام حكيم الدهلوي نقله من الفارسية إلى العربية سنة سنة سبع وعشرين وإثنى عشر ألفا الشيخ الحافظ غلام محمد بن محي الدين بن عمر الأسلمي اختصره وهذبه سنة ألف ثلاثمية واحد علامة العراق محمود شكر الآلوسي حققه وعلق حواشيه محب الدين الخطيب كلهم ذول الأربعة شنو يتحركون في دائرة معادية للتشيعة احنا نروح إلى أصل هذا الكتاب إلى التحفة الاثنى عشرية أصل الكتاب أقطع لكم من تصريح الدهلوي ما يثبت أن الحديث المتواتر بمنزلة القرآن في القوة والحجية وأنه بإمكاننا أن نثبت به الأصول تثبت الأصول بالحديث المتواتر احنا لازم نثبت هذه القاعدة حتى نبني عليه حتى لا يقدر المخالف يفر لا يمنى ولا يسرى يقول الدهلوي يقول إن الحديث تصريح جدا مهم إن الحديث إذا وصل حد التواتر وأصبح قطعي الصدور عن رسول الله كان بمنزلة آية قرآنية يعني أصلا ما كفرق في القوة والحجية بين آية من كتاب الله وحديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله فكما أن القرآن الكريم مقطوع الصدور من الله سبحانه وتعالى ولا ريب في أن هذا القرآن مقطوع الصدور من الله سبحانه وتعالى ولا ريب في هذا القرآن وفي ألفاظه ووصول القرآن إلينا بالتواتر القطعي فكل حديث يروى عن رسول الله ويصل إلينا بأسانيد تفيد القطع واليقين يكون هذا الحديث بحكم الآية القرآنية وبمثابة القرآن الحكيم أبدا حديث متواتر قرآن ماكو خلص وما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى خلص حديث متواتر قطعي بمثابة القرآن الحكيم مادام بمثابة القرآن الحكيم إذن تثبت به الأصول حتى تتأكد كلامي مع المخالف نكحل عينيك بفتوى أخرى للجنة الدائمة في نفس الكتاب ولكن في المجلد الثالث فتاة واللجنة الدائمة المجلد الثالث الصفحة رقم ثلاثمائة واثنتين وثلاثين الفتوى المرقمة برقم ستة آلاف ومئتين وثلاث وستين السؤال طويل أنا يا شيخنا الكريم فتاة مسلمة وما أدري إلى آخره تنقل قصة أنه أستاذها في التاريخ في الجامعة يقول أن المسيح عليه السلام ما صلب وإنما مات يعني بشكل طبيعي فالجواب هم يجاوبون أنه لا هذا ثابت بالأحاديث المتواترة بالأحاديث الصحيحة المتواترة فإحنا نأخذ فقط المقدمة مالت جوابهم التي تهمنا في هذا الخصوص لبيان القاعدة التي نستند إليها الجواب هكذا يقول الحديث ينقسم إلى متواتر وآحاد فالمتواتر ما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم وأن يكون مستندهم في انتهاء السند الحس من سماع أو نحوه والآحاد ما فقد شرطا من هذه الشروط والمتواتر خلي تحت العبارة خط جدا مهمة والمتواتر يحتج به في العقائد والفروع كالقرآن المتواتر كالقرآن يحتج به في العقائد والفروع فما تقدر تقول لي أنه أنت لازم تثبت لي الأصول فقط من القرآن هاي القاعد أصلا من جايبة هاي أصلا علمائك ما عدم هكذا قاعد يقول الله المتواتر كالقرآن تثبت به العقائد بل أكثر من هذا قالوا بأن الحديث الصحيح الأحاد تثبت به العقائد على الأرجح من القولين يقول والمتواتر يحتج به في العقائد والفروع كالقرآن والأحاد يحتج به في الفروع بإجماع ويحتج به في العقائد على الصحيح من قولي العلماء أصح أن الحديث الصحيح الأحاد يثبت به ماذا تثبت به العقائد أيضا العقائد ومن رأى أن لا يحتج به في العقائد فقد خالف فعله رأيه فاحتج به في العقائد والأصول بل احتج بالضعيف منه في ذلك يقول هؤلاء الذين يزعمون أنه لا يحتج بأحاديث الآحاد في إثبات العقائد فعلهم يخالف قولهم لأنه مو بس احتجوا بحاديث الآحاد الصحيحة بل احتجوا حتى بأحاديث الآحاد الضعيف في إثبات العقائد من وقع على هذه الفتوى الرئيس نائب رئيس اللجنة العضو الرئيس عبدالله بن عبدالعزيز بن باز نائب رئيس اللجنة عبدالرزاق عفيفي عضو عبدالله بن قعود زين للتأكيد أكثر للتأكيد أكثر هاي شوف كل تصريحات علماءهم في أن الحديث المتواتر كالقرآن في الحجية ابن تيمية صاحبنا المعروف له كتاب معروف اسمه مجموع فتاو ابن تيمية اقرأ في المجلد الثالث عشر الصفحة مئة وستة ضمن الرد على مسألة الحواريين أنهم يدعون صلب المسيح أو مسألة يعني دعوة الحواريين التي ينقلها النصارى أن المسيح عليه السلام قد صلب هو نفس المسيح مو شبها لهم يقول في جوابه من جملة جوابه يقول ولهذا كان ما نقله الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله من القرآن والحديث يجب قبوله يجب قبوله لا سيما المتواتر لا سيما ماذا المتواتر من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله يجب قبولها لا بد من قبولها لا سيما المتواتر كالقرآن وكثير من السنان هذا كله يجب أن يقبل القرآن يقبل لماذا لأنه متواتر كثير من السنن من الأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله يقبل يقبل كذلك لماذا لأنه متواتر تقبل هذه الأحاديث لماذا لأنها متواتر أيضا أحد أعلامهم وهو العالم الشنقيطي الشيخ سيدي بابة هكذا اسمه من أفريقيا هذا توفي سنة 1342 يعني معاصر تقريبا يعني قبل مثلا مئة سنة مئة و هذه الحدود ضمن بيان لما يتكلم ضمن بيانه عن موقف موقف علمائهم وموقفه هو شخصيا من علم الكلام علم الكلام المعروف فيه جدل طويل وعريض والمتكلمون يتكلمون بأنه لا بد من إثبات أصول العقائد وخاصة أصل التوحيد مسبوقا بوجوب النظر بناء على الأدلة العقلية يعني الأدلة العقلية تثبت أصل الأصول على أقل تقدير ثم بعد ذلك تتكثر هذه الأصول ببيان الشريعة لا أنه يثبت مثلا التوحيد بالشريعة لأنه يكون هنا دور يصير عندنا شبهة الدور هذا عند رأي آخر نقلا عن خط شيخه محمد بن زكري الفاسي ماذا يقول يقول ليس المقلد هو التارك للنظر في الأدلة العقلية خلافا لجمهور المتكلمين يقول هذا ليس مقلدا حتى أنت تشكلون عليه تقولون هذا يؤمن بالتوحيد مثلا يؤمن بأصل النبوة أو أصل الشريعة أصل الدين بتقليدا هذا ليس تقليد هذا ليس تقليد وما يحتاج أيضا أن ينظر في القواعد الكلامية حتى يثبت له هذا الأصل يقول هذا ليس مقلدا ليس المقلد هو التارك للنظر في الأدلة العقلية خلافا لجمهور المتكلمين وإنما هو التارك للنظر في ثبوت رسالة الرسول كمن ولد بين ظهراني قوم مؤمنين وسمع اسم النبي صلى الله عليه وآله وفضله على الجملة ولم يخالط أهل العلم ولا من خالطهم فلم يعرف معجزة من المعجزات المثبتة للرسالة يقول المقلد هو هذا التارك للنظر هذا الذي كان ولد بين جماعة من المؤمنين وخالط أهل العلم ووصلت لمعجزات النبي صلى الله عليه وعليه القرآن الحكيم ومع ذلك ترك النظر هذا إذا ترك يصير مقلد أما إذا كان هذه الأمور كلها أحاطت به واستند إليها فهذا ليس مقلدا طيب على أي أساس يستند إليها شبهة الدور هنا كيف تحلها نعرف ما يصير تقليد في أصول الدين هذه شبهة الدور شلون يقول التواتر هنا هو الحجة يعني هذا الرجل إنما آمن بالإسلام لثبوت التواتر من كتاب الإسلام الأحاديث الشريفة وهذه تضمنت المعجزة احتوت على المعجزة فآمن بها فهذا دليله في الإيمان أقوى من أدلة كل المتكلمين لأنه استند على التواتر إذا واحد كان معاصر لنبي من الأنبياء نبينا صلى الله عليه وآله قالوا تعال شلون أنت نبي قال إذا أشق لكم القمر أنصفه نصفين أشق القمر تؤمنون قالوا نعم شق القمر مهشكل إيمانهم بالنبي كان بناء على ماذا أحسنتم رؤية المعجزة الخارقة للقاعد للنوامي الطبيعية صحيح طيب جاء جماعة نقلوا هذا الخبر بشكل متكثر تواتر صار مهشكة تواتر فواحد استند إلى هذا التواتر تثبت المعجزة عنده أم لا تثبت المعجزة لأن هذا تواتر حجة بعد يثبت المعجزة مثل ما أنت الآن جنابك تواتر صاير أن الإنسان وصل إلى القمر أنت رحت شفت بعينك ما شفت حتى هذا التلفزيون من يقول لك هذا ليس فيلم هلو وود ما مدرك تواتر صار فأنت تستند إلى هذا التواتر هو حجتهم هو حجتهم يقول وأما من ثبتت عنده الرسالة بالمعجزات فاستناده إلى قول الرسول المتواتر كاف في عقائده استناد الواحد إلى قول الرسول المتواتر يكفي في إثبات العقائد يكفي في إثبات أن يؤسس الإنسان على ذلك عقائده عقيدته تنبني على ماذا على قول الرسول المتواتر بل هو أقطع من كل برهان ذكره المتكلمون هذا أقطع أكثر قطعا من كل برهان يذكره المتكلمون في علم الكلام هذه كلها تصريحاتهم في ماذا في أن الحديث المتواتر بمنزلة القرآن في القوة والحجية تستطيع أن تؤسس عقائدك تبني عقيدتك على الأحاديث المتواتر الإجماع قائم على ذلك ما أكو خلاف قولا واحدا إذا أكو خلاف في الأحاديث الصحيحة أحاديث الأحاد أما الأحاديث المتواترة فهي بمنزلة القرآن تهى الموضوع فعلى هذا الآن المخالف يقول أنا ما أجد في القرآن دليلا على إمامة علي ما أجد في القرآن نقول لم مشكلة على فرض هو الدليل موجود الدليل موجود ولكن أعمى الله البصائر وهم حتى الأبصار عميان ما شاء الله وهم ابن باز وغيره كلهم عميان ما شاء الله عوران ومشاكل فالدليل موجود ولكن نحن نتنزل نقول مو مشكلة الدليل موجود في القرآن فرضا نتنزل وياكم جدلا أين أنتم عن حديث الغدير المتواتر حديث الغدير متواتر 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 أصلا ما من حديث ينافسه في التواتر للعلم إذا واحد يريد يلغي حديث الغدير لازم يلغي التاريخ كله أنا قبل يمكن كم شهر أحد الأخوة يعني أحد الأخوة بالمكتب أرسل لي قال لي هذا ضروري شيخنا طالع طالع مساوين دي كومنتري في البي بي سي تقريبا أو في إحدى اليمكن شانل فور ما أذكر واحد مؤرخ وأستاذ جامعة غربي يعني بريطاني وهذا رايح مسافر إلى الشرق يقول إحنا ما عندنا الدليل على وجود النبي صلى الله عليه ما كو دليل لأنه على يعني قواعدنا البحثية القواعد البحثية التي لدينا إذا ظهرت حضارة في مكان ما شخصية معينة ودين معين حضارة معينة هناك كثير من الأدلة الملموسة تكون موجودة مشكلتنا مع الإسلام أنه ما من أدلة ملموسة شكت فتشنا شكت بحثنا ما حصلنا شيء كمان مثلا إحنا لما نبحث في الحضارة البيزنطية مثلا أو الحضارات الأخرى مثلا الفراعن الحضارة الفرعونية الحضارة الرومانية الحضارات الأخرى دائما أكو أمور ملموسة هنا أقدم نسخة مثلا بالقرآن جاءت بعض عقود وحتى القرآن من يقول هذول العرب ما نأ يعني حسب نظريتهم اللي طلعوا بيها بالفيلم بعد ما طبعا قابلوا حتى مؤرخين مسلمين وما أدري أثار وكذا إلى آخره أنه من يقول هذول العرب أرادوا اجتياح العالم زين ما أنشأوا لهم شخصية وأنه نزلت عليهم رسالة وكتاب وقرآن وبهالطريقة رتبوا بيناتهم وانطلقوا وبالفعل أسسوا إمبراطورية كبيرة ضخمة على هذا الأساس كله كان عبارة عن شنو تنسيقات ابن سبأ اليهودي كان مساوي من السرق من البكرين هذا شو هذا الغضاء هذا اللي موجود هنا نفس الغضاء البكري الذي يزعم أنه التشيع كله مع رجاله وعظمته وكتبه ومصادره ومراحله التاريخية وحضارتي تأسيس واحد منه شخصية ما أدري منين طلعت منين إجت وين راحت وين راحت وين إجت اسمه ابن سبأ اليهودي يعني أكو أشياء حقيقة تعجبك يقع في هذا لا تصور هذا بس البكري يقع فيه لا لا حتى الغربي المتعلم الأكاديمي الدكتور بروفيسور يقع فيه يقول ما عندنا دليل على أنه كان هناك بالفعل إسلام مو أنه يؤمن بأنه ورسالته السلام لا لا أنه بالفعل كان هناك إسلام ونبي وصارت هاي الغزوات وصارت هاي الأمور ماكو أدلة ملموسة وحتى أذكر قبل سنوات يمكن قناة العربية كانت أنها بثت خبر عن واحد دكتور مسلم في البوسنة هو مسلم المفروض هم طلع له في بحث أنه شخصية النبي شخصية خرافية مو شخصية حقيقية هذول العرب هم هالشكل اخترعوا هذه الشخصية لكي يغزوا بها الأمم يقول حسب بحثي والأدلة اللي عندي من كل طريق حاولت أن أثبت وجود هاي الشخصية ما وجدت تناقضات كثيرة في سيرته تناقضات كثيرة في مراحله العمرية ماذا قال ماذا لم يقل فماكو أي دليل هذا تسفيه للعقول تسفيه هذا انحدار انحدار معرفي هذا أيها الإخوة المنطق هو المنطق سبحان الله من يريد أن يجحد حقا يجحده بمليون وسيلة بمليون وسيلة يجحد فهؤلاء يجحدون الغدير يشككون في الغدير ابن تيمية يشكك يقول أصلا لا كذب أصلا ما كنت خلص أو يشككون في تواتر الحديث نقول هذا كلام باطل حديث الغدير إذا أردت أن تلغي حديث الغدير لازم تلغي التاريخ كل التاريخ الإسلامي تلغي بالفعل يصير كلام الغربيين صحيح وكلام هذا أبله المسلم سابقا دكتور البوسني هذا هم صحيح وتكفر بالإسلام وروح خلص بعد حديث الغدير نص أكابر أكابر علماء الفرقة البكرية على أنه حديث متواتر متواتر وأنا هنا أنقل إليكم بعضا من تصريحاتهم في هذا الشأن نبدأ مع المصرح الأول ابن الجزري من هو هذا هذا الرجل شيخ شيوخهم يقول فيه إمامهم السيوطي في طبقات الحفاظ الصفحة خمسمائة وثلاث واربعين يقول ابن الجزري الحافظ المقري أي المقرأ شيخ الإقراء في زمانه شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد الدمشق الشافعي ويقول السيوطي أيضا في هذا الرجل في كتابه الآخر الإتقان في علوم القرآن المجلد الأول الصفحة 77 يقول إمام القراء في زمانه شيخ شيوخنا أبو الخير بن الجزري إمام القراء شيخ شيوخنا هذا من يقول السيوطي والسيوطي بعد له مقام جدا عظيم عند المخالفين هذا الجزري الحافظ بن الجزري له كتاب جدا لطيف اسم هذا الكتاب أسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم في هذا الكتاب في الصفحة الثالثة يروي بسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال سمعت علي رضي الله عنه بالرحبة ينشد الناس من سمع النبي صلى الله الرحبة يعني ساحة الكوفة من سمع النبي صلى الله عليه وآله يقول من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي موالاه وعاد من عاداه فقامثنا عشر بدريا يعني ممن شهدوا معركة بدر الكبرى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فقامثنا عشر بدريا فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ذلك زين بماذا يعلق الحافظ بن الجزري على هذه الرواية التي رواها بسنده يقول هذا حديث حسن من هذا الوجه صحيح من وجوه كثيرة متواتر عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وهو متواتر أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواه الجم الغفير وَلَا عِبْرَةَ بِمَنْ علم الرواية علم الحديث نفسه هو السيوطي حتى تتأكدوا أن هذا حديث متواتر السيوطي له كتاب ألفه أصلا لتعداد الأحاديث المتواترة يعني ضم في هذا الكتاب الأحاديث المتواترة اسم كتاب السيوطي الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة هذا الكتاب تفتح هذا الكتاب تلاقي به حديث الغدير يعني شنو يعني متواتر اسم الكتاب الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواتر وكتاب مشهور واختصر من قبل المتق الهندي صاحب كنز العمال المعروف سوى مختصر له بعنوان مختصر قطف الأزهار وهناك المتق الهندي يقول في مقدمة كتابه هذا يقول هذه أحاديث متواترة نحو 82 حديثا التي جمعها العلامة السيوطي رحمة الله تعالى عليه وسماها قطف الأزهار المتناثرة وذكر فيها رواتها من الصحابة عشرة فصاعدا لكني حذفت الرواة وذكرت متنها لأحاديث وذكرت متن الأحاديث ليسهل حفظها فالمتق الهندي أيضا يشهد بماذا يتابع هو العلامة السيوطي عندهم في إثبات أن حديث الغدير متواتر الذهبي والذهبي أعلى شأنا من السيوطي بعد الذهبي كذلك نص على تواتر حديث الغدير اقرأ في كتابه الشهير سير أعلام النبلاء في المجلد الثامن الصفحة ثلاثمائة وخمس وثلاثين لما يترجم للمطلب بن زياد بن أبي زهير الثقفي ويذكر سنده عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال كنت عند جابر في بيته يعني جابر بن عبد الله الأنصار وعلي بن الحسين ومحمد بن الحنفية أبو جعفر يعني هؤلاء كانوا موجودين عنده الإمام السجاد عليه السلام محمد بن الحنفية فدخل رجل من أهل العراق فقال أنشدك بالله إلا حدثتني ما رأيت وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله فقال كنا بالجحفة بغدير خم وثم ناس كثير يعني وهناك أناس كثر وثم ناس كثير من جهينة ومزينة وغفار من هذه القبائل والبطون فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله من خباء أو فصطاط فأشار بيده ثلاثا فأخذ بيد علي رضي الله عنه فقال من كنت مولاه فعلي مولاه فورا يعقب أو يعلق الذهب على هذا الذي نقله ورواه فيقول هذا حديث حسن عال جدا ومتنه فمتواتر المتن ماله متواتر من كنت مولاه فهذا علي مولاه هذا متواتر هذا هذا منتهي من عنده هذا تصريح الذهبي تصريح آخر للملّة علي القاري هذا رجل من كبار علماء الأحناف يقول عنه الزركلي في كتابه الأعلام يقول فقيه حنفي من صدور العلم في عصره من صدور العلم من أعيان العلم في عصره هذا الملّة علي القاري له كتاب بعنوان وهذا كتاب معتمد عند أهل الخلاف المرقات في شرح المشكات في هذا الكتاب أدرج حديث الغدير في المجلد الخامس الصفحة خمسمائة وثمان وستين ثم قال بعدما أدرج الحديث يقول والحاصل إن هذا حديث صحيح لا مريت فيه بل بعض الحفاظ عده متواترا إذ في رواية أحمد أنه سمعه يعني أحمد بن حنبل أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وآله ثلاثون صحابيا وشهدوا به لعلي لما نوزع أيام خلافته هذا تصريح الملّة علي القاري كلهم يقولون تواتر أكثر من هذا الألباني الألباني بعد معروف أصار مرجع المعاصرين من السلفية والوهابية وأضرابهم تصحيحاته يؤخذ بها تضعيفاته يؤخذ بها على علاتها طبعا تصحيحاته وتضعيفاته بس الحمد لله الذي هو هنا ما استطاع أن ينكر تواتر الحديث بل أثبت التواتر بشطري الحديث تدري شطري الحديث يعني شنوه؟ من كنت مولاه فهذا لا لا مسند من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاده هذا الشطر الثاني كلش مهم لأنه هذا يبهذلهم ليش؟ لأنه معنى الشطر الثاني أن كل من عادا عليا فقد عاداه الله فعائشة حاربت عليا إذ عادته فهي عدوة الله والله عدوها معاوية حارب علي فهو كذلك وهكذا كل محاربي عليا لذلك أهل الخلاف ترى للعلم هذه ملاحظة أقولها بين قوسين الشطر الأول شوية مرره أكثر الشطر الثاني كان يحاولون بكل قوتهم وطاقتهم أن ينكرونه لأنه الشطر الثاني كلش مشكل ولذلك ابن تيمية الشطر الأول شوية منها لف ودار لف ودار بعدين مرره يعني ماكو بس الشطر الثاني عنده مشكل قال له هاي زيادة كذب هذه هذا ماكو عن النبي هكذا والدليل أن كثيرا من الصحابة قد عادوه وقد أبغضوه وقد سبوه سين هؤلاء يا غبي يا جاهل يا طيقن أخو هذا المتن الثاني هذا الشطر الثاني يثبت أن هؤلاء كلهم أعداء الله والله عدوهم وهم في جهنم خالدين فيها الألباني كلش تصريح مهم ارجعوا إلى سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني المجلد الرابع الصفحة 343 الحديث المرقم برقم 1750 بعدما ينقل طرق كثيرة إلى درجة هو هم يمل من كثرة طرق حديث الغدير صدق طرق كثيرة طرق يعني واحد يقدر صراحة عمره كله بس يقضي بس يجمع طرق حديث الغدير صراحة علام الأميني قضى عمره في هذا الشيء هاي موسوعة الغدير الصدق يعني متعب متعب جدا حتى تجمع وهم ولا ما تقدر امتحصيها كلها خاصة مع قضايا المخطوطات الكثيرة التي لم تنشر إلى الآن يعني أكواة دوخة في القضية يقول بعدما نقل كثيرا من الطرق يقول وقد ذكرت وخرجت ما تيسر لي منها بعد تعبت مما يقطع الواقف عليها بعد تحقيق الكلام على أسانيدها بصحة الحديث يقينا يقول هاي الطرق اللي أنا تيسرت لي هذه بعد كافية تفيد القطع بصحة الحديث ماذا يقينا وإلا فهي كثيرة جدا جدا كثيرة طرق حديث الغدير وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد قال الحافظ ابن حجر منها صحاح ومنها حسان من طرق حديث الغدير في ذلك الكتاب المفرد لابن عقدة وابن عقدة معروف الحافظ ابن عقدة معروف عندهم أيضا وعندنا وجملة القول أن حديث الترجمتي يعني الحديث المترجم هنا اللي هو حديث الغدير حديث صحيح بشطريه بل الأول منه متواتر عنه صلى الله عليه وآله الأول الشطر الأول متواتر كما ظهر لمن تتبع أسانيده وطرقه وما ذكرت منها من تلك الأسانيد والطرق كفاية وأما قوله في الطريق الخامسة من حديث علي رضي الله عنه وانصر من نصره واخذل من خذله ففي ثبوته عندي وقفة لعدم ورود ما يجبر ضعفه يقول الشطرين الشطر الأول متواتر الشطر الثاني صحيح قطعي شنو الشطر الأول من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي مولاه وعادي من عاداه يقول هذا هم صحيح هذا الشطر الثاني زين أكو زيادة في الطريق الخامسة شنو وانصر من نصره واخذل من خذله هذا طبعا هم صحيح للعلم بس هو يقول أنا شوية أتوقفها شوية أتوقف هذا الثالث بعد كلش صعب يعني عائشة مخذولة ليش ليش التفتوا إلى النقطة هنا إخواني التفتوا لأنه يقدر يناقش أن الشطر الثاني مو منطبق على عائشة يقول ما خرجت عداوة لعلي خرجت تسوي صلح مفاوضات كامب ديفيد كانت تريد تسوي تسوي صلح بين الفئتين أما فهنا يناقش يقول مو مشكلة هاي برأناها من هذا الشطر الثاني بس هذا الشطر الثالث شي تسوي به لأنه على أقل تقدير على أقل تقدير عائشة خذلت علي ما راحته يا علي ابن أبي طالب صارت من مناصري علي في معركة الجمل على أقل تقدير قول أنها خرجت للإصلاح مو لعداء علي حتى ما ينطبق عليه الشطر الثاني زين افرض هكذا ولكن لما علي طلب النصر ما نصرته زين النبي صلى الله عليه وعلي يقول وانصر من نصره واخذل من خذله فعائشة على أقل تقدير من الخاذلات لعلي فهي مخذولة من الله على أقل تقدير فهذا الحديث شوك في خاصرتهم ما يقدرون هذا الشطر الثالث لازم يشكك به لازم الألباني وغير الألباني لأنه يورطهم ورط عويصة مو بس عائشة سعد بن أبي وقاص مثلا مخذول الله خذله أيضا خذل يعني بجهنم وبيس المصير لأنه خذل علي واخذل من خذل دعاء النبي لازم يتحقق عبد الرحمة لا لا غيرهم كثيرين كثيرين موجودين كلهم هكذا يقول وانصر من نصره واخذل من خذله ففي ثبوته عندي وقفة لعدم ورود ما يجبر ضعفه ولكن شوف سبحان الله قلت لك هم من جهة يرقع من جهة يفتك شلون قال قال وكأنه رواية بالمعنى للشطر الآخر من الحديث اللهم والي من والاه وعادي من عاده يعني يقول هذا معنى يقترب من الشطر الثاني فإذا الشطر الثاني صحيح قطعي سيهن اعطف الشطر الثالث على الثاني المعنى واحد بعد خلاص انتهت المعنى واحد عائشة ساقطة 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 أعداء عليين خاذلوا عليين الذين تخلوا عن عليين المنحرفون عن عليين اللي وكفوا على التل أبو هريرة وربعة كلهم مخذولون هالكون كله تروح لناك تشوفهم بجهنم حتما الآن الألباني قاعدوا وياه يقول ومثله قول عمر لعلي أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة يقول لا يصح أيضا هذا المقطع ليصح لتفرد علي بن زيد به كما تقدم زين سمع علينا يقول إذا عرفت هذا فقد كان الدافع لتحرير الكلام على الحديث وبيان صحته يقول للشيء لدفعني أنا أكتب كل هذا الكلام الطويل حتى أثبت صحة الحديث وتواتر الحديث لا سيما الشطر الأول منه يقول فقد كان الدافع لتحرير الكلام على الحديث وبيان صحته أنني رأيت شيخ الإسلام بن تيمية قد ضعف الشطر الأول من الحديث الشطر الأول ولكن اللي هو متواتر ضعفه الألباني ما تحمل تخيل الألباني اللي هو الألباني رأس الناصبة في عصره ما تحمل رأس الناصبة في ذلك العصر أنه بعد مو له الدرجة بعد يعني زوتها بعد مصختها مصختها بعد ما يصير إلى هالدرجة بعد حتى الشطر الأول المتواتر أعلى درجات التواتر هم يطلع حديث ضعيف شنو الحاج يقول أنني رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قد ضعف الشطر الأول من الحديث وأما الشطر الآخر فزعم أنه كذب وخلى علامة تعجب هو الألباني يقول وهذا من مبالغته الناتج في تقديري من تسرعه في تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرقها ويدقق النظر فيها والله المستعان والله المستعان حمد لله كل واحد منهم شنو يضرب الآخر يبين مدى يعني يبين مدى ما أقدر أقول شوف هذا شنو كتب قال وهذا من مبالغته الناتج في تقديري من تسرعه في تضعيف الأحاديث لا يالألباني مو هكذا مو هكذا وهذا من نصبه وعدائه لأهل البيت الظاهرين عليهم والسلام ولأن نفسه لا تستقر أن يثبت هذا الحديث المتواتر الناس على أن ولي عهد النبي هو الوصي علي صلوات الله يالله اللهم صلي على محمد وعلي محمد ابن تيمية مو مثلكم يعرف دلالة الحديث انت تلف والدور لا معنى مولاه يعني المحب والناصر مو معنى أنه ولي العهد ولي الأمر من الحشي ابن تيمية يعرفها من البداية قال من البداية لازم نخصمها احنا حديث ضعيف ويالله والناس المساطي ليصدقون حشي شيخ الإسلام هذا هو الواقع وإلا ابن تيمية استدل بأحاديث ضعاف لا حصر له وين إذن تسرعه تقول تسرعه في تضعيف الأحاديث شون تسرعه في تضعيف الأحاديث وين تسرعه أحاديث ضعاف كثر أصلا حتى صححها أحاديث ضعاف التي لا لا تصح حتى بطريق واحد نماذج موجودة شون السبب أحاديث في شأن أبي باكر في شأن عمار عائشة ذولة الزبل فلازم يصح إذن مو قضيت أنه لا هذا الشخص مثلا هكذا ديدنه أو هكذا صفته أو هكذا سليقته أنه دائما يتسرع في التضعيف يقولون مثلا يتشدد في الأحاديث فيضعف الذهبي مثلا معروف أنه متشدد أو ابن حجر يشدد دائما فيضعف هوايا من الأحاديث مع أنه كل أولا ترى ما استطاعوا أقوى المتشددين أشد المتشددين من أهل الخلاف أكثرهم تضعيفا للأحاديث لما وصل إلى حديث الغدير ركع وسجد ما قدر يضعف الحديث ما جرأ على هذا بشر قط إلا هذا المتعوس هذا خايب الرجا هذا ابن تيمية فحتى الذين جاءوا بعده ما قدروا يتحملون هالقضي فلا هذا مراجع من تسرعه في تضعيف الأحاديث وإنما بغضه لأهل البيت نصبه لأهل البيت ما يتحمل ثبوت هذا الحديث في حق أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هذا هو الواقع ليش نكذب على أنفسنا هنا في ختام كلامنا حتى يستيقن من يسمعنا من المخالفين الذين نسأل الله تعالى لهم الهداية إن شاء الله تعالى ببركة هذه الأيام وأن يبايع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ننقل شاهدين إضافيين نختم بهم الكلام يدلان على مدى تواتر حديث الغدير وتكثر طرقه وأسانيده بحيث أنه لم يبلغ حديث هكذا في واقع الحال وهذا لأن الله تعالى آلى على نفسه إلا أن يظهر الحق ويظهر هذا الدين على الدين كله ولو كره المشركون ارجعوا إلى تذكرة الحفاظ أيضا للذهبي الصفحة 713 لما يترجم للطبري صاحب التفسير وصاحب التاريخ المعروف الإمام الطبري عنده هناك يحكي عن الفراغاني ماذا يقول لما يتكلم الفراغاني عن الطبري يقول ولما بلغه أن ابن أبي داود تكلم في حديث غدير خم شوي يتكلم به بدأ يحاول يضعف به يحاول شوي يصرفه عن التواتر مثلا يصرفه عن الاستفاضة مثلا الطبري الطبري ما تحمل فيقول عمل كتاب الفضائل وتكلم على تصحيح الحديث أن حديث الغدير صحيح بعدين الذهبي يقول قلت رأيت مجلدا من طرق هذا الحديث لابن جرير ابن جرير الطبري أنه شنو طرقه طرقه هو في رواية حديث الغدير يقول فاندهشت له ولكثرة تلك الطرق اندهشت أنه قد أكو طرق من ابن جرير وحده في رواية حديث الغدير هذا أمر أدهشني كثيرة تلك الطرق أكثر من هذا موجود أكثر من هذا ارجعوا إلى ينابيع المودة للقندوز الحنفي الصفحة 36 ينقل عن أبو المعالي الجويني إمام الحرمين الشريفين المعروف هذا الذي توفي في سنة 478 شنو يقول أبو المعالي الجويني حقيقة كلمة جدا مهمة يقول رأيت مجلدا في بغداد مجلد شفته في بغداد في يد صحاف صحاف يعني هذا اللي يكتب الصحف يكتب الكتب ذاك السمان ما في أكو مطابع يستنسخون موالشكل هذول النساخين هذول الصحافين يقول أنا شفت عيني شفت هذا المجلد مجلد رأيت رأيت مجلدا في بغداد في يد صحاف فيه روايات غبر غدير خم مكتوبا عليه على هذا المجلد المجلدة الثامنة والعشرون من طرق قوله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه ويتلوه المجلد التاسع والعشرون تدري هذا شنو معنى يعني هذا اندهش اتزلزل أنه بيد هذا اللي داي يستنسخوي يكتب اثمانية وعشرين مجلد وبعد ماشي من طرق حديث الغدير ذاك الزمان تدري يعني شنو يعني إذا يصير في زماننا ولا موسوعة مالة مثلا مية وخمسين مجلد ميتين مجلد كله طرق حديث الغدير فشيء يعني شيء بالغ أقصى درجات التواتر اللي في ذاك الزمان يبلغ إلى ثمانية وعشرين مجلد ويتلوه بعد المجلد تسعوى والعشرين والله العالم ما شيء إليش قد ثلاثين وعلى ثلاثين اثنين وثلاثين بس أين كل هذه الطرق أين هي لازم تلتفتون أيها الإخوة إحنا كم مرة تعرضنا أئمتنا أصحابنا تعرضوا إلى حملات إبادة لهم ولتراثهم ابن ابن أبي عمير كل تراث راح ضاع شيخ الطائفة الطوسي هجموا على مكتبته التي كانت بالألوف ألوف الألوف كلها حرقوها في فتنة بغداد معروفة اللي الطري هاجر إلى النجف الأشرف وغير 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 ضاعت مننا موسوعات ضاعت مننا مصنفات مو بس هم منا من المخالفين كذلك هناك كثير الآن من المخالفين تنقل في ترجمة علمائهم وحفاظهم ومحدثيهم أنهم لهم مصنفات كثيرة أما أين هي راحت العوامل السياسية كانت تلعب دور في القضاء على هذه المصنفات وعلى هذه الموسوعات والكتب الجليلة وخاصة في محورين في طريقين طريق الأول مقامات أهل البيت حقوق أهل البيت فضائل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الطريق الثاني مثالب أعدائهم ابن خراش الحافظ المعروف عند أهل الخلاف ينقلون في ترجمته الذهب ينقل وغيره أن ابن خراش صنف كتابا على ما ببالي من مجلدين في مثالب الشيخين هو هذا ابن خراش وهذا ابن خراش ترى كلش مهم يعتمدون على أقواله بعدين يقولون هذا حظه التعيس العاثر المأدري كذا الخاسر الذي جعله يترفض ما أدري جعله يكتب هكذا حتى يرضي الرافضة حتى يرضيهم يقولون واحد تاج الرافضي قال له ألف لكتاب في في مثالب الشيخين فهذا هم ما صدق راح والآن ما زمن أم ترى هم يصير تشوف بعض الأزهريين ما كل يجبونهم القنوات الإيرانية هذا تنطي باكيت يألف لك كتاب في مثال بعائشة مثلا ما كمانع بالفلوس كل شيء يصير بالتعامل يعني عادة مشايخ البكرية ما عندهم حساسية تجاه الفلوس الفلوس تقدم كل شيء يصير فهذا ظهر الشكل المسوي أو يمكن الله هدى وصار رافضي بالفعل الله العالم الكلام هذا أين هذا الكتاب في مثال بالشيخين وين إذا يقول نحن شفنا الكتاب موجود ويذموا ويطعنون وين هذا الكتاب فالآن انت لاحظ مع حملات الإبادة هذه كلها عبر التاريخ 1400 سنة مع ذلك إذا واحد يريد أن يذهب للتفتيش عن فضائل أهل البيت والأحاديث التي تثبت حقوقهم وعلى رأسها حق الإمامة والولاية يلاقي نفسه غرق في بحر غرق في بحر وهذا اللي وصلنا يمكن واحد بالمية ترى وشوف اشقد بحر صار وكذلك الذي يريد أن يبحث في مثالب أعدائهم وفضائح أعدائهم ومخازي أعدائهم وما يثبت كفرهم بالله وعداوتهم لرسوله صلى الله عليه وآله وانحرافهم عن الإسلام هم يلاقي نفسه غرق في بحر من المخازي والمثالب والفضائح وهذا هم اللي وصل لنا هم واحد بالمئة فلازم تعرف اشقد أكو أكثر من هذا خلاصة الكلام في هذه الليلة أننا استفدنا هذه النتيجة لا يسع أحدا بعد اليوم أن يقول إنما أطالب بإثبات أصل الإمامة من القرآن الحكيم وحده لأن العلماء الأكابر بمن فيهم علماء الطائفة البكرية أثبتوا أن الحديث المتواتر بمنزلة القرآن في الحجية والقوة وأن العقائد تبنى على الأحاديث المتواترة إجماعا قولا واحدا بلا خلاف وعلى هذا فحيث ثبت أن حديث الغدير حديث متواتر فللمسلم أن يبني عليه عقيدته ويؤمن بولاية علي والأئمة عليهم الصلاة والسلام استنادا إليه على فرض أنه ما من آية في القرآن الحكيم محكمة في بيان الإمامة هذا على هذا الفرض تنزلا فإذا جاء المخالف وزعم أن حديث الغدير أعترف بتواتره ولكن لا أعترف بدلالته على الإمامة فهذه الشبهة أيضا نحيلها إلى الليلة المقبلة إن أحيان الله تعالى ونثبت بشكل صريح أو بشكل واضح أن دلالة الحديث دلالة حديث الغدير على الإمامة دلالة قطعية ولا يسوه لأحد أن ينكر ذلك ترجمة نانسي قنقر